تعالوا نروح لمراسل قناة النادي الاهلي في السودان كريم أحمد نشوف بقى آخر استعدادات النادي الاهلي قبل لقاء الهلال السوداني اليوم فاضل يا كريم كل الشكر لك كابتن أيمان شوقي والشكر والتحية أيضا كمان موصولة لجمهورنا العظيم جمهورا للنادي الاهلي إن شاء الله نهارده يكون يوم عظيم لفريق النادي الاهلي وجهازه الفني ونقدر إن شاء الله بالجدية الكبيرة المعتادة عن كل فريق النادي الاهلي وكل اللاعبين نقدر إن شاء الله نتخطي هذه المباراة ونحقق نتيجة إجابية ويكون انطلاقة أكثر من رائعة كما عودنا فريق النادي الاهلي كل الاستعدادات والترتيبات الإدارية والفنية خلاص انتهتها كابتن أيمان دخلين بها إن شاء الله في 90 دقيقة بنأمل بإذن الله إن شاء الله نشوف روح الفنية للحمراء نشوف القوة والحماس الكبير المعروف عن فريق النادي الاهلي في هذه المباراة نقدر إن شاء الله بإذن الله رغم الغيابات ورغم الظروف ورغم الضغط الكبير جدا على اللاعب النادي الاهلي وجهازه الفني وصفر إلى طبعا كأس العالم الأندية ومن قبلها منتخبنا الوطن والضمام عدد كبير جدا من لعبين يعني الله يكون فعون الجهاز الفني الحقيقي أو لعبت النادي الاهلي على الفترة الماضية والضغط الكبير والمباراة المتلحمة لكن هو فصل كبير النادي الاهلي متعود عليه فصل البطولات فصل المباراة ده ما يميز الحقيقة النادي الاهلي فإن شاء الله بإذن الله كونت دوافع كبيرة جدا النهاردة الرغم موجودة لكن إن شاء الله ينقص نتوفيق ربنا سبحانه وتعالى في هذه المباراة متواجدين كالعادة كابتن عمان في فندو الإقامة خلاص يمكن نقدر نقول المحاضرة الفنية الأخيرة للفريق النادي الاهلي بيتسو موسيماني اللي بيضع فيها كل اللمسات الأخيرة طبعا نقاط القوة والضعف والتشكيل مطلوب من الفرق إيه إزاي هين قدر نقسم المباراة لأكتر من جزء فإن شاء الله بإذن الله يكون في استعاب كبير جدا من لعب النادي الاهلي للتاكتوك والخطة اللي يمكن اشتغل عليها بيتسو موسيماني خلال الأيام الماضية وإن شاء الله بإذن الله يكون مردودها كبير جدا في ملعب الهلال اللي يستقبل المباراة اليوم فيها التلاتة عصر طبعا بتوقيت الخرطوب كل أمور طيبة الحمد لله كبير تنأيمن حتى هذه اللحظة بنعمل بقى إن شاء الله تحركنا من فندوق الإقامة لتأمين كل الأمور دي إن شاء الله يكون حصريا طبعا شاشة قناة النادي الاهلي لحظة بلحظة من خلال تحركنا حتى استاد الهلال اللي يستاب المباراة وبإذن الله خلال توجدنا في الملعب ننقل الأجواء وننقل التشكيل زي ما كل جمهورنا العظيم متعود أنه طبعا يتابع قناة النادي الاهلي ويعرف كل كواليس فريق النادي الاهلي وتحديدا في البطولة الأفريقية إن شاء الله بإذن الله كل الأمور تكون طيبة ونقدر ونستطيع إن شاء الله بجهد كل العبي النادي الاهلي نعود من السودان بنتيجة إيجابية في مشوار النادي الاهلي في رحلة الدفاع عن لقب البطولة للموسم الثالث على التولي شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد وزي ما شفنا كريم طبعا كريم متواجد مع الفريق من ساعة الموصل طبعا شفنا الأخبار الأجواء والحمد لله رب العالمين متطمنين طبعا المفروض إن شاء الله يبقى روح المعنوية عند اللعيب عالية جدا لأن زي ما قلنا حضراتكم احنا طلعين من ثلاث كاس عالم بيبقى عندنا بعض التخوف بس بعض التخوف بعد الإنجازات أو بعض البطولات أو بعض المجلات الكبيرة اللي احنا بنعملها ودي من زمان مش من الجيل ده بس دايما بتبقى فيه كده حتة استرخاء أو يعني راحة بعض الشيء بعد أي بطولة أو بعد أي مباراة كبيرة بنعملها فبيحصل يعني بعض من الهدوء في الملعب ممكن تأثر على الأداء والنتيجة لكن نتمنى إن شاء الله إنها ما تحصلش النهار ده بالعكس أتمنى إن شاء الله إن اللي حصل يوم السبت اللي فات يرفع الروح المعنوية زيادة الدوافع تزيد لأن احنا عندنا هدف إن شاء الله يتحقق لأن الهدف الأكبر إن احنا نروح كسل عالم السنة الجاية إن شاء الله للمرة الثالثة على التوالي ويبقى عيننا على يا الذهبية يا الفضية إن شاء الله ماتش النهار ده ماتش صعب جدا خطوة جديدة في طريق النادي الأهلي للحضاشر إن شاء الله اللقب الحضاشر إن شاء الله والجميع جاهز صحيح صحيح زي ما قلت لحضراتكم ماتش من السهل أمام فريق شقيق عنده باع في البطولات الأفريقية يمكن أول نهائي لي أنا على المستوى الشخصي مع النادي الأهلي كان سنة 87 كان ضد الهلال السوداني كان تقريبا منتخب السودان وكان لي الشرف إن أنا أكون أول لعب أهلاوي أجيب هدف أو الهدف الأهلي الأول في الفريق الهلال السوداني فماتشات الأهلي والهلال السوداني بتبقى بطولة خاصة بطولة خاصة بغض النظر عن الدور أو الترتيب فما بالك بقى إن الهلال السوداني المباراة الأولانية قدام سانداونز كمان خسيرها فهو النهاردة داخل وعنده هدف واحد بس إنه هو يعود الهزيمة اللي فاتت النادي الأهلي عايز تبقى البداية قوية بإذن الله بداية إن شاء الله تكون الفوز أو المكسب والبداية هي اللي بتفرق معانا لحد النهاية إن شاء الله لحد مناخد بطولة أفريقيا وبإذن الله رب العالمين نمثل مصر وأفريقيا في كاس العالم للمرة التالتة على التوالي أتمنى إن اللعيبة تبقى روحها المعنوية كبيرة جدا وتبني على اللي حصل الماتش الأخير لما كسبنا الهلال السعودي وخدنا برونزية كاس العالم وربنا يوفقها إن شاء الله خلصت كل كل كلامي هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستقبل ديوفنا الكبار اللي حيشرفونا النهاردة إن شاء الله كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن قسامة عرابي وكابتن أحمد بلال أرجوكم انتظرونا كابتن أحمد بلال